الكثير من الناس يسولون هذا الدخيل في السنة أو ثلاث سنوات الماضية على مفهوم الذي يضغى على الحياة المجتمعية وهو التدخم والناس لا يعرفون ماذا هو التدخم وماذا هو ارتفاع الأسعار وماذا هو وقلة المصروف يعني مجموعة من الأمور اليوم بالخشبات التدخم هو في وقتها يعني من السنة منك تخرج أن تقدم الخضراء الفواكه الترانسبور العقار اي حاجة تخرج انك تشريها تلقاها يعني هي مرتفعة ارتفاع غير عادة وهذا ارتفاع هذا يبقى واحد المدة التي هي طويلة يعني ليس يرتفع واحد من الناس ينزل ومجموعة من السلاع ومجموعة من الخدمات تكون مرتفعة في الوقت ذاتي وبالتالي هذا الأمر هذا الذي نسمي وتدخم يعني يعني بالدرجة واحد السيد الذي كان يخرج يشري القفة ذاته مثلا 100 درم كيف تدخم يعني واحد سيمانة أو مثلا 10 ايام اليوم هذة 200 درم كيف تدخم يعني واحدا ايام او 5 ايام اشتركوا في القناة